إلى ذلك أفاد مراسلنا في الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الجمعة حي وادي الربابة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ومنعت أصحاب الأراضي من قطف ثمار الزيتون التي حاول المستوطنون سرقتها أمس بحماية جنود الاحتلال وكان العشرات من المقدسيين أدوا صلاة الجمعة في أراضي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال نظير الفالح مراسلنا في الضفة الغربية عبر سكايب مرحبا بك نظير ماذا لديك من المستجدات بشأن كل ما دار اليوم مرحبا بكم رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة الكدس المحتلة إلا أن أكثر من 60 ألف مواطن فلسطيني ومقدسي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم كل الإجراءات العسكرية رغم تدقيق شرطة الاحتلال الإسرائيلي في هويات الداخلين إلى أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وأيضا هناك كانت صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك والتي تتم كل جمعة وذلك نصرة للمسجد الأقصى الذي يتعرض إلى حتمة إسرائيلية كبيرة غير مسبوكة تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك أيضا كان هناك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في حي وادي الربابة في بلدة تنوان جنوب المسجد الأقصى المبارك معروف بأن موسم الزيتون لم يبدأ في الأراضي الفلسطينية ولكن هؤلاء المواطنين خرجوا اليوم من أجل قطف الزيتون لأنهم تعرضوا من الأمس إلى محاولات سرقة هذا المحصول الذين ينتظرونه كل عام نتيجة لممارسة عدد من المستوطنين أعمال النهب لهذا المحصول في أراضي هذا الحي الذي يتعرض أيضا إلى حملة تهويد إسرائيلية تهدف إلى إقامة حدائق ثورتية إسرائيلية في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الدفقة الغربية خرجت مسيرات منتدة بالإستفان وخاصة تركزت هذه المسيرات في بلدة كفر قدوم شرق القيلية وفي بيت دجن وفي بيتها بمحافظة نابلس الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بجروح ما بينها متوسطة إلى طفيفة وأيضا أخيب عدد منهم أيضا بالغاز المسيل للدموع أيضا أغلقت قوات الاحتلال البوابة الرئيسية في بلدة كوة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية واعتقلت أمين سير حركة فتح في هذه البلدة حملات الاعتقال اليومية لا تزال متواصلة نعم نعم وهي تشير شكل ممنهج ضد الفلسطينيين نظير الفالح مرسلنا في الضفة الغربية شكرا جزيلا لك